حذر تقرير خاص نشرته صحيفة الجارديان البريطانية من تفشي فيروس نيبا في الصين بمعدل وفيات يصل إلى 75% وأن يتسبب بجائحة عالمية مقبلة تكون أخطر من وباء كورونا وقالت جايسري المدير التنفيذي لمؤسسة الوصول إلى الطب الأوروبية فيروس نيبا مرض معد آخر ناشئ يسبب قلقا كبيرا جائحة نيبا يمكن أن تندلع في أي لحظة يمكن أن يكون الوباء العالمي التالي مع عدوى مقاومة للأدوية ووفقا للتقرير يمكن أن يسبب نيبا مشاكيل تنفسية حادة فضلا على التهاب وتوروم للدماغ ويتراوح معدل الوفيات به من 40% إلى 75% ومصدره هو خفافيش الفاكهة حيث ارتبط تفشي المرض في بنجلدش والهند بشرب عصير نخيل التمر ويعد نيبا واحدا من عشرة أمراض معدية تم تحديدها من قبل منظمة الصحة العالمية على أنها أكبر خطر على الصحة العامة خاصة في ظل عدم استعداد شركات الأدوية العالمية الكبرى للتصدي ويعد أيضا الفيروس أحد العوامل المعدية التي اكتشفت في الأعوام الماضية حيث تم العثور عليه عام 1999 خلال تفشي المرض في ماليزيا وإصابة الأجهزة العصبية والتنفسية لدى 265 شخصا مات منهم 115 وتعتبر خفافيش الفواكه من نوع خفافيش أثعلب النقل الطبيعي لفيروس نيبا كما يمكن انتشار هذا الوباء في استراليا وبنجلدش والهند والصين وتايلاند وإفريقيا وينتقل من الخفافيش إلى الحيوانات والبشر ويمكن أن ينتقل أيضا من شخصا لآخر عن طريق اللعاب ولا توجد في الوقت الحالي أي أدوية أو لقاحات لهذا المرض ويعاني المصابون بعدوى فيروس نباه من حمى وسعال وصدع وألم بطن وغثيان وقيء ومشاكل في البلع وعدم وضوح الرؤية ويدخل حوالي 60% من المرضى المصابين بالفيروس في حالة غيبوبة يصبحون فيها بأمس الحاجة إلى مساعدة في التنفس ويعاني المرضى الذين تطور لديهم المرض من ارتفاع حاد لضغط الدم وارتفاع معدل خفقان القلب وارتفاع حرارة الجسم وكانت عالمة الفيروسات الصينية شيزنجلي الملقبة باسم امرأة الخفافيش مديرة معهد وهان للفيروسات قالت إن الحيوانات تحمل فيروسات شبيهة بكورونا أكثر فتكا يمكن أن تصيب البشر وقالت زنجلي وفقا للتقارير إحدى الجرائد البريطانية إن فيروسات كورونا الأخرى موجودة في الخفافيش وإن الأمراض المميتة لديها بالفعل القدرة على الانتقال إلى البشر وأضفت الباحثة في معهد مهال لعلم الفيروسات إن هذه الفيروسات بما في ذلك الأقارب المقربين لكورونا من المرجح أن تنتشر في الطبيعة في جميع أنحاء جنوب آسيا قائلة لا يجب أن نبحث عنها في الصين فحسب بل في دول جنوب آسيا أيضا وقد أدلت بهذه التعليقات في ندوة عبر الإنترنت نظمتها الأكاديميات الطبية والبيطرية الفرنسية حسب صحيفة الجارديان وعلى الرغم من أنه يعتقد أن فيروس كورونا نشأ من الخفافيش إلا أن الدكتورة زنجلي التي يشار إليها باسم باتوامان بسبب بحثها حول المرض في النوع قالت إنه على الأرجح انتقل إلى البشر من مضيف وسيط ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر